ابدأ عدد من وكلاء شركات التأمين المتواجدين على مقربة من مبنى إدارة ترخيص السواقين والمركبات في منطقة ماركا تحفظهم على دراسة تقضي بنقل عدد من المكاتب التي تصدر وثائق التأمين الإلزامي إلى داخل مبنى الترخيص دونا عن المكاتب التي لا تقدم هذه الخدمة من جهة أخرى كدى مصدر أمني لرؤية أن الأمر ما يزال تحت الدراسة ولم يتخذ أي قرار فيه بعد مرور عشرة عوام على طلب الاتحاد الأردني للتأمين نقل وكلاء التأمين الإلزامي إلى داخل أسوار إدارة الترخيص علم وكلاء التأمين الشامل بتوجه مدرية الأمن العام نحو الموافقة عليه مما أثار حفيظتهم وصلتنا معلومة أن مكتب التأمين الإلزامي تم إنشاء مكاتب له داخل حرم الدائرة هذا الحكي راح يمنعنا من فرصة المنافسة في السوق وراح يمنع المواطن مع أنت باختيار نوع تأمين واحد له تأمين الإلزامي شق من شقوق التأمين له تأمين الإلزامي 21 شركة تأمين شامل أقرت بتعرض 400 موظف يعملون داخلها للضرر جراء هذا القرار بسبب حرمانها من المنافسة مع شركات التي ستنقل إلى داخل الترخيص في حال نقل المكتب الإلزامي داخل مكتب الترخيص واحتكار هذا النوع من تأمين بس الموحد هذا حيضر فينا بما أدى إلى إيش أنه حروح موظفين اللي عندين الموجودين هذا الحكي حيضر الكل ما في واحد مش هينضر فيه المتضررون من هذه الموافقة أبدو اعتراضهم عليها واقترحوا على مدرية الأمن العام أن يحصل نقل لكافة شركات التأمين وليس فقط للتأمين الإلزامي نحن من طالب نكون أسوأ فيهم داخل حرم الدائرة مثل باقي مناطق ترخيص المملكة يأمنون لنا مكاتب نكون بجوارهم لأن اعتمادنا واعتمادهم بالعمل واحد وجودهم جوا بأثر كثير علينا وعلى مصالحنا وعلى شغلنا يبقى وكلاء التأمين المتضررون ينتظرون بصيص أمل من الجهات المعنية علّها تتراجع عن قرارها أو تقبلوا باقتراحهم حمز الشوابك رؤيا